اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ملیشیا کے شہر کولا لنپور میں موجود ہیں یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی حلال کی حسانتی نمائش ملیشن انٹرنیشن حلال شوکیس کا چودوں اینڈیشن ہے خوش قسمتی سے اس وقت ہم دنیا اسلام کے بہت بڑے سکالر سید ڈاکٹر شیخ اسماعیل حاجی قاسم صاحب کے ساتھ موجود ہیں یہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میسیج لے کے یہ پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اس وقت اس سال ملیشیا میں سات جولائی دوہزار سترہ کو دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ شہادہ کانسل کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈاکٹر سید شیخ اسماعیل حاجی قاسم کی اس ربراہی میں ہم اپنے ویورس کے لئے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بھرنا سلام علیہ my greetings of peace, mercy, love, harmony, unity, solidarity from the amanat of Allah and Rasul ﷺ through the message of shahada and by the izin and qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala shafaatun nabi ﷺ this year on 7, 7, 17, 7 July 17 The World Shahada Council will be presenting to the entire world international Shahada Conference which will be talking about the knowledge of Shahada the knowledge of Kalimala Allah which 124,000 prophets was teaching this knowledge the first knowledge they taught to the entire humanity was not Alif Baata, ABC sehen Sie, لا good knowledge except this knowledge of Shahadaa so we are reviving the man hajj of 124 000 prophets we are reviving the true sunnah of Nabi Kareem so that the humanity can feel the real peace the real mercy, the real love and unity within themselves we are not talking about peace, mercy outside actually we are talking about the peace in ourselves يجب في نفسنا أتمنى كل أخي والسديد من الدولة والإنطار الأنسية لتنقل هذه المتحدة للإنطار الأشهداء لنشعر الحصول على المشاهدة من المشاهدة التي تنقل من جميعاً من جميعاً مدرسلين ويطباقاً لنقل من جميعاً الشيخ الإسلام الشيخ طهير القادري من كنداً، من أجل أن كل شخص منكم سنكون المتحدث عن المتحدث عن الشهداء أن لا إله إلا الله. أمين. عمره الشيخ، هناك الكثير من الإسلاميات والسماعات التي يتعاملون في العالم في العالم الكثير من الماضيين. ما سيكون المشكلة من هذا الوصول الشهادة الذي أريد أن أعرفه؟ هذا الوصول الشهادة الوصول الشهادة لن نتحدث عن عن مست Relativات والبقاء والسماعات على الإسلام أو أي شيء. لن نتحدث عن طالب 11-10 كنتمتبه صغير. لن نتحدث عن حدث بعد حدث. لن نتحدث عن كل المشكلة على دخول أي شهادة أداء ، كثير من أكثر صغيرها mound. ويسست هذه wobe. توذي�ut ذلكacağız. cuales呼입ة دولاره أمن يو��� verdadية ملات أمامه للأمام الله سبحانه وتعالى يجب أن أمس earsه به planteم في هذه الم bisog renovation في حي ج personally. وأنت أرور مع ألم جعгоتني وبي الله وبي الله سبحانه والقيمة إذا الشمانك هو على الأسفة بسارة Where to write about this single word I witness my Allah My Allah My Muhammad The entire ocean will finish But the word The underlying knowledge The underlying wisdom The extensive and intensive Powerful formula of this knowledge And wisdom will never end Because this is related to witnessing Allah What we witness Allah Can we stop talking about أحرار الله إ jego أحرار ر filing السلطان سأ femalesove conversation بالتوقف الالتالي إنه بس concise السلطان ر hold كما يحدουν الله ممكن أن أت stops بك منmin dram الشهد الله شهد إله لأبت لا هذا هذا ع PP رجب سريق مجدد من العلم. نحن الدوليكي الأماعي 절대 يتحدث عن الجمال. شمال الجمال 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 الجمال. هذه المصر المجدد من العلم الجمال لفترقى في المنظر. أعطينا جيدون أن هناك نزيد بالتعالج لتعالج المتحد في هذه النسائل ، كيفية تنتهي granفاية على العالم للتعالج المتحد في هذه النسائل المتحدة؟ هذا رائع عمل فيه كنظرنا ان لدينا الكثير من التعاواج الانترانية يتعرضون ونحن يحملون واقد نحن بشأن داخلهم لكن ما ن تقلعهمهم لهم؟ إنهم كذلك كلام بشأن الإسلام الإسلام منهم مجزولة إسلام كلام بشأنهم منهم الإسلام كذلك معنا لا يتعرضون لهم يستمرون بشأن الإسلام ومسلم But today, this conference, International Shahada Conference, is going to talk about the word witness. Word witness is about I am witnessing my life, I am witnessing my death, I am witnessing the entire universe, I am witnessing everything. It's a common thing. And it is in Bible, Injil, it is in Taurat. Witnessing is in Veda, Bhagavad Gita, Zabur, Taurat, and many, many scriptures. So when we call someone to talk about something common, it becomes very interesting. And for your knowledge, in the whole world, there was not a single conference conducted and talk about witnessing. We checked all over the world with many ulamas, they agreed unanimously. There was not a single conference or seminar ever held in the whole world to talk about Shahada. And they are very keen because they would like to talk about, the Christians would like to talk about witnessing Jesus, witnessing the Creator in Bible. The Jews would like to talk about in Taurat what is about witnessing. The Bhagavad Gita, the Hindus would like to talk about witnessing in the scriptures. The Taurat, the Zabur, and all others, they would like to talk about witnessing. So it become a common ground. So we are uniting the different religions to talk about something which is common, arrive at a common point. Wallahi, the knowledge of Shahada, knowledge of Shahada is not new. ABC is new. Alibata is new. But the knowledge of Shahada is in our soul. It's deep inside there. Our task, our key is to open that line between the soul and the heart. Once it is open, they will feel peace inside. And finally, I will like to request. This is our asknews.tv recently, a few months ago, has launched in Pakistan. To the viewers of Ask News Pakistan, entire viewers, any message? I mean, may Allah bless you, your television, may Allah bless this media, because you are carrying a very beautiful message. The message of Shahada, the message of Shahada, Allah and Rasulullah. You don't know, oh my brothers, how much Allah will be happy with you. If one man, ten men, ten persons in the whole world, in Pakistan especially, were to hear about this, and they were to be open, Allah will be happy with you. And I really appreciate such interactions and combinations, collaboration with such Ars TV for Malaysia and this region, Ars News. So Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah give you rahmah. May Allah give you successful to spread the message of Allah. Because Shahada means you are bringing people to Allah. See, Shahada means you are bringing people to witness Allah. You are bringing people to witness Rasulullah. How much Allah will be happy with you. How much Rasulullah will be happy with you. Because you are bringing them to Allah and Rasul. We are not bringing just them to ibadah. We are bringing them to Allah Rasul. Allah and Rasulullah will be happy. You sit in this conference. From the first hour, you can feel the happiness. The beauty inside you. You can feel peace inside you. That will open up a lot of things within you. And you will appreciate how much important is such an international Shahada conference to be spreaded all over Pakistan, all over Indian subcontinent, all over Asia, all over the world. So that everybody will feel the true peace, the true love. I'm not talking out of context. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to spread this knowledge. everywhere, especially in Pakistan. So we look forward when we come to Pakistan to meet up and collaborate in many series of program for the benefit of people of Pakistan. May Allah bless you, all the people who are involved with the ASNews. in dunya naqira. Amin ya Rabbil Alameen. Thank you very much, sir.